في أول زيارة رسمية يجريها رئيس وزراء عراقي إلى دمشق منذ اندلاع الحرب في سوريا عام 2011 يلتقي رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني الرئيس السوري بشار الأسد لبحث التحديات المشتركة على رأسها تأمين الحدود المشتركة وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين العراق وسوريا الزيارة التي يتطلع لها مسؤول البلدين على اعتبار أنها تنبع من علاقات وثيقة إذ أبقت دمشق وبغداد عليها منذ اندلاع الحرب الأهلية في سوريا زيارة تعتبرها بغداد ودمشق بمثابة مفتاح الأمن والاستقرار لهما وللمنطقة سيم أن لهما عامل مشترك يتمثل بمحاربة الإرهاب والذي أثقل كاهل البلدين بتركة ثقيلة من دمار البنية التحدية وتفشي ظاهرة السلاح المنفلت تحديدا على الحدود بالإضافة إلى أرقام ضخمة من اللاجئين والتي تعتبر تحدي يؤكد البلدان ضرورة إنهائه بالتوصل لحلول جذرية تعيد مواطني البلدين إلى مناطقهم الأصلية بعد سنوات من الدمار والحروب مراقبون يؤكدون أن تعاون العراق وسوريا سينعكس إجابا على ضبط الحدود واستقرار المنطقة من حيث الملفات الخطيرة التي تعبث بأمن واستقرار البلدين سيم انتشار إصابات وتجارة المخدرات وعودة مياه التجارة والاستثمار الذي يفتح العراق بابه للشقيقة السورية كما تؤكد دمشق على أهمية عودة تلك الورقة الاقتصادية المهمة مع بغداد أما رسالة الرئيس السوري التي أكد فيها الإقبال على نقلة نوعية وعملية في إطار العلاقات بين العراق وسوريا من ثابت هوية العراق العربية الأصيلة والتي رأى محللون في حديث الأسد هذا الدلالة على مستقبل سيفتح صفحة جديدة تحيي التعاون في مجالات عدة والتي ستنهي مشكلات عدة سيكون لحلولها انعكاس عملي إيجابي على شعبي البلدين والتعاون العربي المشترك في إطار مستقبل أكثر استقرارا عنوانه الأمن والاقتصاد والاستثمار اشتركوا في القناة